النهاردة أولى مباريات منتخبنا الوطني في أولمبياد باريس لكرة القدم منتخبنا لكرة القدم عشان لسه المنافسات في الألعاب الأخرى هتبدأ يوم الجمعة إن شاء الله بس النهاردة كان تعادل سلبي أمام الدومينيكان أول مشاركة لهذا المنتخب فيه تاريخه في بطولة أو في الأولمبياد خدمنا النهاردة نقطة زي زيك زي زيك بالزبط كنت متضايق كنت زعلان كنت متوسم خير جدا في المنتخب وما زلت إن شاء الله بإذن الله يعني بس النهاردة الأداء كان مخيب جدا للأمال بصراحة شديدة ما قدرش يعني ما قدرش أقولك كلام تاني ما قدرش أقولك إن إحنا كنا كويسين ما قدرش أقولك إن إحنا كنا الطرف الأفضل ما قدرش أقولك إن إحنا كنا ممكن نكسب بالعكس لو كان فيه منتخب قريب كان ممكن يبقى الدومينيكان حتى بالإحصائيات نهاردة هم شاتوا 15 كرة على المرمى مقابل 12 لينا نسبة الاستحواز كانت ليهم ما ينفعش ما ينفعش في أي حال من الأحوال وللأسف اللي جاي أصعب من المباراة دي يعني دي كانت أسعب المباراة دينا من المفترض نظريا على الورق أسباكستان صعبة أسبانيا طبعا صعبة النهاردة أسباكستان متقدمة على المنتخب الأسباني والمنتخب الأسباني قدر يرد بعد كده بهدفين فاز بالصعوبة على أسباكستان فالتنين صعبين جدا وخلينا مواجهة أسباكستان يوم السبت القادم يعني ما يفعش خيارات لازم تكسب لازم تكسب قبل ما تروح للمنتخب الأسباني لازم تكسب